النهاردة احد الجماهير يعني واحد من الجماهير اللي بحبه نادي الزمالك بعيتلي فيديو انا ما كنت شفت خلص الموضوع ده اتريه موضوع منتشر وانتشر وانا يمكن انا شوية انا مقصر فيما يخص الفيسبوك والسوشيال ميديا بصفة عامة وانا بعترف بدا يعني راجل قديم شوية فالمهم قلت افتح الفيديو واشوف القصة يعني ايه الموضوع ده فلقيت حوار كان على القناة الجزيرة الريدية وقتها وكان حوار في السيديو تحليلي وكان في كابتن احمد ناجي مدارب حراس مورمان نادي الاهلي السابق وكان كابتن ميدو موجود وكان فيه محلل عربي موجود في الحلقة دي وبيقدم الحلقة الاعلامي التونسي الشهير هشام الخلصي فكان الحديث انا شفت الفيديو وهكيد هنبقى نعرضه لحضراتكم علشان تبتدوا تفهموا معنا القصص بتروح فين وبتبتدي فين علشان تنتقل فين هنفضل كده وفيه ناس بتزعل مننا وفيه ناس بتقابلني انت بتقول وبتاع ومش عارف ايه وبالراحة شوية وكده هتولي حلقة واحدة حلقة واحدة مع الزمالك اليوم او مع السادة الزمالك انا اخطأت في حق حد او طلع من بق العيب في حق اي حد اتحدى ان احمد جمالي قدامكم اتكلم على اي حد وحش اتحدى ولكن انا بتكلم على المواقف وبقول لكم بصوا معايا شوفوا معايا ايه رأيكم خلي بالكم بطالب بالعدل بطالب بالعدل داخل اتحاد الكرة العدالة التحكمية العدالة في لجنة المسابقات ده كله كلام ما يزعلش انما ان انا اغلط في حد حاش الله او امرها ما حصلت المهم شفت الفيديو لقيت ان كابتان احمد ناجي في هذه او في هذا الستوديو التحليلي وقتها وكان ميدو موجود وانا بحي ميدو ابن الزمالك البار اللي بيحب الزمالك ميدو على فكرة مش بيحب الزمالك حب عادي ده بيحب الزمالك حب مشجعين حب حب بتعصب حب بعشق فكان موجود محلل وكان لسه مبطل وراجل لسه يعني بيقدم نفسه وراجل طبعا محلل كبير جدا ومشير جدا بل ويعد من افضل يعني لو انت قلتولي نجينا الحق من افضل المحلل في الوطن العربي فالنهاردة بتكلم احمد ناجي على نادي الزمالك وعلى الفرق ما بين الزمالك والنادي الاهلي وان ما فيش مقارنة ما بين الاهلي وما بين الزمالك واللي زعلني في الموضوع لما انا شفت الفيديو لما شفت الموضوع انا انزعكت جدا لان انا اول مرة شوفها النهاردة هنعرض دوت ليكم وعايز اقول لكم ايه رأيكم في مدرب حراس مرمى منتخب مصر الحالي ومدرب حراس مرمى النادي الاهلي السابق فيما يراه في نادي الزمالك علشان نفهم بعد كده ان الناس اللي بتفضل داخل اتحاد الكورة ومع الششة في اجهزة فنية ما بتتغيرش لما نجي نتكلم على العدل في الاختيارات بنتكلم ليه لان احنا مش من بلد تانية احنا من مصر طبيعي جدا واحنا بنتكلم واحنا بنتكلم على نادي الزمالك فبنتكلم على مشاعر جامهر نادي الزمالك اعضاء نادي الزمالك اللي دائما وابدا هم ورانا ديهم والكلام اللي انا بقوله الناس ديات اللي انتوا شايفينها فاهمينه وعارفينه ودلوقتي بقوا بيقطعوه وبيعرضوه وبيبعتوه وبيقولوه لبعض فاحنا مش هندفن رأسنا في الرمل